أنه كل شيء يتكلم دابع على دريس الشجر وعلى أمريكا وما قلته يوم طولة الماضي يعني من أسبوع دابع عن كون نجاح العدالة والتنمية في انتخابات 2011 للفضل فيه يعود ربما الأمريكا أو هذا ما فهمناه من قولته شنقصتي بداية قبل ما نناقشوا هذه المسألة وبكل وضوح الولايات المتحدة الأمريكية كان عندها مشروع للمنطقة وما سمي وما تتخفيش مشروع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شرق الأوسط كبير هذا المشروع كان واضح هو مشروع ظاهره تطوير الديمقراطية وخلق ديمقراطيات ناشئة ولكن باطنه التدخل المباشر فعدة مناطق في المنطقة بما فيها المغرب شنال أثار دياله المدمرة في المنطقة برمتها وكانت واحد الإشارة ديكوكيليكس رجلين تذكروا ما خارج عنه في كافة المنطقة حضرات واحد الأرضية أيه لاش كأن المنطقة كانت فيها واحد من جموعة للأنظمة استبدادية واحد من جموعة للأنظمة لاديمقراطية لكن مما لا شك فيه كذلك أن ما عرفته هذه الدول من تحولات أكد فشل هذا المشروع طي تكلم لي على المغرب فبنسبة أننا في المغرب كيف هو هذا التدخل ديالأمريكا في انتخابة 2011؟ نحن في المغرب بوضوح يجب أن نحمد الله أنه في الوقت اللي كانت المسيرات في المنطقة برمتها واللي إدات إلى سقوط قتلى وزاد التطور وكذا حنا في المغرب تعاملنا بكل حنكة وتجربة مع التظاهرات اللي كانت اكتجاجية في كافة المناطق هذا الشيء مشي هذا الشيء جاء لأن نضالات الشعب المغريبي خلال 40 سنة أو 50 سنة ما جعلتش الحركة الاحتجاجية موضة بالنسبة لي وبحال باقي ما زال ما كتتجاوبني شأسي لا أنا سؤالي مباشر قلتين لنا أمريكا تدخلت لفائدات العدل والتنمية كيفاش؟ أنا تلوضح لي ما واضحشتش لا واضح لا واضح يدى المشروع يدى المشروع تكملل الانتخابات يدى المشروع كيف تدخلت أمريكا في الانتخابات 2011 لمصلحة العدل والتنمية عمليا؟ في البنيات الهشة وفي الدول اللي لقات فيها مؤسسة ضعيفة تدخل الأمريكية ركتتشوف الآطار دير لا في العراق واخليني باش ندير المقارنة الواضحة هم يبكيش تقول لي يا تكلمني عن المغريب بهذا العزل الظاهرة إلا بغيتي تفهمها كظاهرة تكتشوفها في إطار محيطها احنا ما تنديروش لآن المنطق الحسابي واحد زائد واحد يساوي جش أنا الآن في فضاء ومجال آخر اللي تستخدم فيه الموطيات لأن أسألك هل لا تعرف أن المقر الواحد اللي مشى له سفير الولايات المتحدة الأمريكية في الحراكة هو مقر حزم العدل والتنمية؟ فتعرفها في المشكلة عدد من قادات الأحزاب السياسية كيلتاقية وفي أكثر من مرة من سفر الدول أبدا في تلك المرحلة في تلك المرحلة والظروف اللي كانت تتعيشها المنطقة العربية يعني يبدو تساؤل هنا غير مشروع عندما تتحدث فيك المشكلة كي المشكل حقيقي وانت ترى هذا دول تقليل أم معطيات عندكم عملية؟ شوف لا معطياتها أنا ما تقوله خطيب خطيب جدا على المغرب أنا المعطيات وديك شباش خص انت مما لا أشك فيه فاهم اليوم ما وقعه في مصر شوية فاهم ما وقعه في تونس شوية وفاهم ما وقعه في سوريا غير شوية وفاهم ما وقعه في ليبيا غير شوية فالسياق كامل سياق اللي كان في المنطقة كامل لك أن تفهم كيف تصدى الشعب المغربي ده با شوف ديني علاق دعاق ضد تدخل أمريك لا أغير مش أن نفهمهم زيان ده با ديني علاق دعاق لي وانا قلتيني فاهم أنا ما ما فاهمش ومشي زي ما ما كنجان ما فاهمش بزافة حاجة ما كنفاهموش ده با كيفاش هاد أمريكان جاوا عدنا في الانتخاب ديال 2011 وبفضلهم العادلة والتنمية بابحوا الأسوات وش با شو عد الناس قلهم صوتوا لانتخاب العادلة والتنمية ولا تزوروا الصناديق أنا مواطن أنا مسؤول حيز تن نتعامل مع المعطيات تنحاول أن أجد لها تفسيرا أنا ما عندي لا البلطنجون ولا لا سيا ولا شيء أجهزة مخابرتية باش نقول لك هاش عندي هاش عندي أن كل ما هناك كفاعل سياسي تنحلل الوضع اللي كان في بلادنا كانت تنحلل الوضع اللي كان في بلادنا وما أعتقد وما أعتقد أن المسكوت عنه في هذه القضية ما عرفوش الجميع على الشنا طيب وعلش العادلة والتنمية ومشي حزب تاني مثلا لو افترضنا أن أمريكا دعمت حزب معين أه أه وعجب عليكم شروع الشرق الأوسط طيب ما خلتيش ما خلتيش نوضعه كان الرهان على ما تسميه الولايات المتحدة الأمريكية في الجانب المؤسساتي أنه يمكن تكون الديمقراطية الإسلامية كان نموذج تركي من بعد فوز حزب العدالة ما والتنمية كانت رغبة في أن تجد له أرضية في كافة الدول العربية دارت مجهودات ما أنت أقول لك تعرف الجنوش للعادلة والتنمية التي تربت الجنوش للفيسبوك التي تربت في الأجهزة والاعترافات التي كنا دابها بالنسبة للمجموعة الدول الذين قادوا المسيرات وقادوا الطورة الرقمية في مجتمعاته والذين وظفوا الفيسبوك الآن من التابت أنهم تدربوا في الولايات المتحدة الأمريكية تدربوا وحتضنوا من طرف أجهزة شونا هما؟ أقول لك في العالم العربي آه أوكي شو في المغرب؟ لا في المغرب شوناك وقت الحاجة والله ما فهم شي حاجة شَدَ أَجْنِ conocERE هاريو كي church شَدَ أَجْنُ خَدَ أَجْنُ تَابْي لحظه